هذه المعايير هي الاختراق الدواعش والإرهاب حماية الأمن القوم للبلد هذه الشبكة تعتقد كانت بدفع سياسي من طرف معين تحليل هسنة والتحليل لا أستبد ما حدث في الناصرية له علاقة عن ما حدث في مكتب رئيس وزراء وتحليلي اليوم وصلتنا المعلومة أن هناك شخصيات في بغداد ربما في مجلس الوزراء هي من أدارة الطرفين يعني الطرف اللي في الناصرية ليس بعيدا عن الطرف اللي موجود اللي في الناصرية فقط للرأي العام نذكرها هناك شخصيات في مجلس المحافظة ونساء اثنيا متورطات بتشكيل شبكة بتنصت وابتزاز وممارسات لأخلاقية وتسجيلات صوتية وفيديوية على شخصيات حكومية وهذه الشبكة يفترض حسب الفرضيات التي جاءت حصنا أنها مرتبطة بشخصية في بغداد حكومية وربما أن تكون هذه العمليتين مترابطتين أنا أتمنى على القضاء أن يحقق في هذه المسائل بعيد عن أي ضغوط حكومية الشخصية الحكومية للإقاع بين من ومنه أو لتشويه سمعة أو صورة من حكومة الإطار أول الاستمرار السيطرة على حالات الفوضى في الناصرية هو متى ما أرادوا تحديك الفوضى إذا يوجد مشاريع تتوقفك وضغوط متابعة أو تدقيق على فساد كبير في مشاريع الناصرية فساد كبير جدا تتحرك هذه المجامع الفوضوية من خلال هذه الشبكات تدار من خلال بغداد وربما أيضا حتى هذه الشبكة اللي موجودة في مكتب رئيس وزراء اللي اكتشفت ربما ترتبط بنفس الشخصيات وتدار